أكد رئيس التنفيذي في شركة إكويت للبيترو كيمويات راميش راما جندران أن الطاقة الإنتاجية من البيترو كيمويات والكيمويات في الخليج العربي تجاوزت خلال عام 2016 المئة واثنين واربعين مليون طن مع مبيعات تخطت قيمتها 76 مليار دولار أمريكي وصادرات فاقت 70 مليون طن وأوضح راما جندران أن هذه الأرقام تشير إلى دور المنطقة في هذا القطاع الصناعي العالمي على اعتبار أن البيترو كيمويات ثاني أكبر مصادر الدخل لدول الخليج العربي مشيرا إلى أن ازدياد الطلب العالمي على البيترو كيمويات يعزز الأهمية الجوهرية لهذا القطاع في الدول التي تسعى إلى زيادة وتنمية إجمال ناتجها المحلية لافتا إلى أنه من التحديات التي تواجه الخليج العربي قوانين الحماية والطاقات الإنتاجية الجديدة بسبب الغاز الصخري مبينا أن استراتيجية إكويت للتوسع ساعدت في التغلب على هذه التحديات